بمجرد أن بدأت لقاحات كورونا تغزو العالم سادت حالة من التفاؤل لكن بقي السؤال الملح يدور في أذهان كثيرين ما مدى حماية اللقاح من العدوى والمخالطة بين من أخذ التطعيم وبين من لم يأخذه يعتقد خبراء أنه من المحتمل أن تكون الجرع الأولى وحدها كافية لتوفير مستوى معين من الحماية ضد العدوى لكنه ليس من الواضح مقدار تعزيز المناع نائب رئيس مجموعة الأمراض المعدية في أورلاندو هيلث في فلوريدا قال أن تكوين المناع يستغرق بعض الوقت مؤكدا أنه ليس من الآمن تماما الاختلاط مع أناس لم يتم تطعيمهم ويطمئن الكثير من الأطباء بأنه بمجرد تطعيمك يمكنك أن تصدق أن خطر إصابتك بفاروس كورونا المصحوب بأعراض شديدة قد ينخفض بشكل كبير لكن لا يبدو من الواضح في الوقت الراهن بحسب الأطباء ما إذا كان التطعيم يحمي الشخص من نشر فيروس كورونا للآخرين وهذا يعني أنه من أخذ اللقاح ينبغي أن يستمر في المحافظة على تدابير التدباعد الاجتماعي والوقاية من فيروس كورونا